ده كلام بقى محترم جداً من الآخر حفاظاً على الجنيه المصري أستاذ حسن عبدالله قال إيه؟ قال المواطن المصري بفطرته بزكاءه من غير ما يضطر أنه يتعلم مقتصاق زي حالتي كده فكريم بالضبط فيبدأ هو يعمل إجراءاته بتاعت التحوط يحفظ بها على الفلوس فيجي يقول لك الله ده قيمة الجنيه بتنخفض إذن أنا أذهب على طول أروح للدولار لما رفعنا سعر الفايدة إيه اللي يحصل؟ الناس تبدأ تثق مرة تانية في الجنيه وتحاول أنها أيضاً تبقى شريكة بتحسين أداءه القطاع المصرفي أو البنك المركزي يعمل كده فيروح رفع سعر الفايدة تبدأ الناس تعمل إيه؟ وده اللي بالمناسبة بدأ يجرى بالفعل الناس تبدأ تاخد بعضها وتحول هذه الدولارات أو العملات الصعبة إلى جنيه مصري يعني بدل ما الإقبال يبقى على الدولار يبقى على إيه؟ على الجنيه وتاخد الجنيه ده وتحطه جوه البنوك ليه؟ لأنه كده هيبقى الجنيه ده بيحافظ على قيمته بيحافظ على مدخراتك يبقى الجنيه بيساوي جنيه ما بيساويش جنيه إلا خمسة ولا إلا عشرة ولا إلا خمستاشر الجنيه يساوي جنيه مين هنا اللي تضرر اللي راهن على عملة غير عملة الوطنية فرح اشترى دولار بسبعين نهر ده بقى بيبيعه بخمسين بخمسة واربعين باربعين زي ما يطلع ده اللي خسر اللي راهن على الجنيه حصله إيه كده بقى يكسب لا خلي بالك ده سعر الفايدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة يعني ده سعر حساب التوفير أنا ما بكلمكش على شهادات ولا حاجة أنا بكلمك على الفلوس الحرة اللي تقدر تروح تودعها أو تسحبها كيفما شئت يبقى دي أداة استخدمها البنك المركزي يحافظ بيها على الجنيه يحاول يقلل بيها من معدل التضخم نقضي بسعر الصرف ده أو بتحدي سعر الصرف على السوق الموازية فيبقى ساعتها البنو قادرة على تدبير الاعتمادات المطلوبة منها لبقى استيراد مستلزمات إنتاج مكان مواد خام إلى آخره زي ما هيطلع أستاذ حسن الحقيقة أستاذ حسن عبدالله طبعا محافظة البنك المركزي قال النهاردة النهاردة البنك المركزي مش بيستهدف سعر محدد لسوق الصرف يعني إيه؟ يعني أنا هسألك سؤال الدولة الفلانية ممكن يبقى سعر عملتها الوطنية قد الدولار 3 أو 4 مرات صح؟ هل ده معناه أن الدولة الفلانية دي اقتصادها أقوى من الاقتصاد الأمريكي؟ قطعا لا ممكن يبقى سعر العملة الوطنية بتاعتها مثلا قد اليورو مرتين ونص 3 مرات هل ده معناها أنها أقوى من اقتصاد الاتحاد الأوروبي؟ قطعا لا إذن سعر الصرف مش هو الركيزة أو المعيار أو المؤشر على قوة الاقتصاد من تفقيم؟ لأنه احنا عمنا دول كتير جدا أسعار عملتها الوطنية أكتر من سعر اليورو وأكتر من سعر الدولار الأمريكي والدولار الكندي والدولار الاسترالي لكن اقتصاداتهم مش أقوى من هذه الاقتصادات على الإطلاق طيب من معايير قوة الاقتصاد إيه؟ أن معدل التضخم يقل يبقى اللي بيتكلم فيه أستاذ حسن عبدالله إيه؟ إحنا مش شغلنا دلوقتي أن إحنا هو سعر الصرف كام لا 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 البنك المركزي عنده الأدوات بتاعته اللي تمكنه من أنه يقدر يخفض التضخم عن طريق السياسات النقدية يبقى التضخم لو قال أصبح في عندي هنا مؤشر على قوة الاقتصاد بتاعي التضخم قال لي يعني إيه جماعة؟ يعني قيمة العملة بتاعتك أكبر الثقة في العملة بتاعتك أعلى ده معناها أنه على سبيل المثال الحزمة الاجتماعية اللي في خمط الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بيها الشهر اللي فات واللي فيه اللي تقدر تقول عليها مثلا من ضمن عنوانها المهمة جدا إن إحنا أو الرئيس بتوجيهاته خلى إنه الحد الأدنى للأجور بدل أربعة تلاف بقى ستة تلاف صح؟ جميل يعني زود المرتب خمسين في المية زيادة عقبال يا رب الله في يوم الأيام مهم يعني زود المرتب بتاع الحد الأدنى للأجور خمسين في المية زيادة يبقى أنا هنا لما فخمت الرئيس وجه بهذه الإجراءات اللي هي إجراءات حماية اجتماعية وييجي معاها إنك النهاردة تقدر تقول كده وإنت قاعد وفارد نفسك على الكرسي وحطت رجل على رجل أنا ضربت السوق السوداء شكرا يبقى المرتبات زادت أو الحماية الاجتماعية واضحة وفي نفس الوقت بقل المعدل للتضخم فما يبقاش في عندي تضخمات سعرية تلتهم حزمة الحماية الاجتماعية ما يبقاش في عندي سعر دولار في السوق السوداء يعطلين استثمار سوء إذا كان استثمار محلي أو استثمار عربي أو استثمار أجنابي لأي مستثمر في الدنيا مصري عربي خواجة هيجي يقولك طول ما أنت عندك سعرين صعب أدخل دلوقت أن أصبح في عندي هو سعر اسمه إيه؟ سعر القطاع المصرفي